هو أنا بدعي على نفس كتير عوز بالله وحاسة إن تعبت من الدنيا مش عايزة منها حاجة هو حرام علي رسول الله معلمناش إن احنا ندعى على نفسنا كده في المطلق لكن علمنا إن احنا نكون متزينين الحديث اللي بعض الناس بيستدلوا بيه في دعاء حضرة النبي بيستدلوا بيه غلط إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم بيعلمنا في الحديث ده الاتزان مش إن احنا ندعى على نفسنا لما يقول صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني ما كانت الحياة خير لي وقامتني إذا كان الموت خير لي يعني عايز يقول إيه الحديث ده عايز يقول الدعاء ده عايز يقول ثلاث معاني المعاني الأول إن الحياة نعمة والدليل على ذلك إنه ممكن يكون فيها خير الحياة التانية إن الموت مش نقمة ده الموت مصير وإذا كان المصير دوت خير فأنا مسلم به وحتى لو ما كانت أنا مسلم به يبقى يقول حاجة الحياة نعمة والموت ليس نقمة ولكن ده قضاء الله الحاجة التانية إن دايما أنا أطلب الخير إن الخير ده قيمة عليا فأطلب في الحياة الخير وأطلب بعد الممات الخير على هيئة والعاقل من دانا نفسه وعمل إلى ما بعد الموت يبقى يقول لي حاصل فالرسول الله بيعلمنا كده يعلمنا المعاني التلاتة دول فكونك بتدعي على نفسك وكأنك بتعملي واحد حاجة من التلاتة بتعملي إيه بقى إما بتستعجل الموت وكأنك أنت شايف أن ربنا محتاج أنه يزداد رحمة بيك يفايا يموت لا دا معصية لأن فيها سوء أدب مع الله طيب لا أنا بادعي لأن أنا شايف إن الحياة دي مش نعمة لا دي تصححي فهمك فيها وتعدلي وتتعلمي شوية أنت لا دا ودام كلام الصحيح الحياة نعمة وربنا ما أنني على حضرتك بيها الحياة التالتة المسألة إن أنت بتطلبي الموت وبتدعي على نفسك إن أنت تموتي كثيرا إن أنت شايف أن الموت دا شر وخليني يبقى شر أحسن مش شر اللي أنا عايشة فيه اللي أنا عايزة أقول له حضرتك لا ما تعملش كده عايزة تدعي تدعي بما دعا به صلى الله عليه وسلم بنفس النفسية اللي بقول لك اللي إيه نفسية الاتزان لكن ما تدعيش بنفسية إيه الرغبة في الموت لأن الرغبة في الموت على فكرة ممكن تكون بتمر على بن قدمين كتور لكن لما تلحي الرغبة في الموت على الإنسان بيبقى مؤشر لازم إحنا بننتبه له وما نفوتوش كده لازم نقف عنده شويتين تلاتة لأن الرغبة في الموت دي لو تملكت الإنسان وبدأت تجلب عليه أفكار أخرى آه لا بدأنا في المحذور ولذلك ببساطة خالص عن نعمل إيه لازم نعالك الحاجة اللي إنت بتعمليها دي وخاصة أنت بتقولي كتير أن أنا بعمل كده واضح أن أنت بتعمليها عمدا أن أنت لما تدقي تدعي على نفسك آه لما تعمليها عمدا ويكتر ده آه يبقى هنا فيه محذور نعمل إيه بقى أنا عنصحك بأن أنت تعملي حاجتين مهمتين حاجة الأولانية أن أنت بدل ما تدعي على نفسك ادعي الله سبحانه وتعالى أنه هو يشرح صدرك ويفرج همك ويرزقك الخير ويوسع عليك ويعطيك ولا يمنعك ويجعلك إن شاء الله في الصالحين ويجعلك طيبة الخاطر ويريكي وسع نعمتي تدعي كده تاني حاجة أنا بنصحك أن أنت تغيري برنامج حياتك لأنه واضح أن برنامج حياتك ماله فيه مشكلة إيه بقى المشكلة اللي فيه أني المشكلة اللي فيه أن أنت هذا البرنامج بيخليكي تحس بالضيق فلازم تعملي حاجات تانية تحسسك بالوسع تتعلمي حاجة تشاركي في عمل تطوعي تعملي أشياء كثيرة تغير من برنامج حياتك إذا فعلت ده وبشرك بأن الأمر ده سيكون سيختفي وسيتلاش لأن في كتاب من الناس بيدعوا على نفسهم لأنهم حسين إن حاتهم فراغ ما عفهاش حاجة لا عندهم أنيس ولا عندهم جليس ولا عندهم حبيب ولا عندهم زوج ولا عندهم كذا أو عندهم اللي بيأذيهم فيحصل إيه بقى فيدعوا على نفسهم فالحاجتين اللي أنا أنصحت عضرتك بيهم دولة إن أنت بدل ما تدعى نفسك لا إدعى لنفسك الحياة التانية غيري بلنامج حياتك ده يغير كتير جدا جدا من اللي أنت فيه ترجمة نانسي قنقر